أعلنت وزارة الصحة أنه استكمالا لخطة المرور الميداني على محافظات الصعيد تم المرور على المنشآت الطبية بمحافظة الأقصر برئاسة أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية نفذت اللجنة حملات تفاقدية على عدد من المنشآت الصحية كما قامت بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب حيث أكد فضيلة الإمام ضرورة معصلة هذه الجهود للتخفيف عن كاهل المريض لافتا إلى مناقشة توقيع بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة المصرية والهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين